السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا تقسى الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر ثورة عبر الوطن نواصل بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة العاجلة الخاصة بطقسى المغرب لآخر تحديث للنموذج الأوروبي الذي صدر قبل قليل سنوافقكم بآخر المستجدات لحياة المغربية لتوقعات القرية سبحان الله مبدل الأحوال وقبل لأخذ التفاصيل مشاهدين الكرام فأني ألاحظ أكثر من 90% من صغير فدعمنا بالاشتراك في قناة لكي نستمر في نشر المزيد وشكرا ززي لش عشرة سننتقل إلى التفاصيل فضروري جدا مشاهدة الفيديو إلى النهاية في هذا الفيديو القاسر لكي تعرف المناطق المعنية هذا المساء توقع بإذن الله أن تكون الأجواء غير مستقرعة للعديد من المناطق المملكة بسبب تأثير عاصفة دانة على المملكة وستؤدي إلى بعض التساقطات المطرية خصوصا على مناطق التالية تساقطات حاضرة إن شاء الله على أولاد فرسي سفي الوالدية والجديدة ستارت برشيد وقد تصل حتى الغارة ومن المتوقع بإذن الله أن تستمر الأجواء غير مستقرة بعد الزوال وفترة المساء على مناطق الدار بيداء وبن سليمان والمناطق المجاورة ستعرف تساقطة إن شاء الله عمدار ستكون مصحوبة مع واصف رعدية ويتوقع أن تمتد هذه الأجواء الغير مستقرة على اللامنمونة وسديع اللالتازي وبن سليمان وقد تصل حتى الربعة ومن المتوقع إن شاء الله أن تعرف بعض المناطق أجواء غائمة إلى قليلة تسوى بسبب الأقاليم الجنوبية للمملكة أجواء صافية إخواني الأهزة مع حسما إن شاء الله تكون الرياح جد قوية على المناطق كما ذكرنا لكم السواحل بين الصويرة وكذلك الربعة وكذلك السطات والجديدة والضربدة وأسفي والولدية والقارو برشيد ستعرف رياح قوية بعد الزوال وقد تصل هذه الرياح إلى خمسون كم في الساعة والرياح القوية جدا كذلك حاضرة على مناطق الجنوب الشرقي والهداء العليا الشرقية والشمال الشرقي وقد تصل إلى الساعة مع احتمال تطاير اللي أر الغبار إخواني الكرام على مناطق ميدلت وكيكو وكذلك وضط الحاج وبعرفة وبودنيبة وكذلك تندرارة ووجدة وتوريرت والمرتفعات إن شاء الله وكذلك مرزوقة وتباين ستعرف رياح جد قوية وكذلك قد تكون أقصى الشمال للمملكة وسوف تستمر حتى لفترة الليلة دي الرياح أما بالنسبة للتساقطات المطارية في فترة الليل فيتوقع أن تمتد بعض الابتربات العاصفية والأمطار الرعدية على مدقة الشيشة والجديدة وسط الدار بيدا ستستمر بعض الأزخاش المطارية والرعدية لكن أمطار كذلك قد تكون على مناطق تطوان دعيف محلي خلال توقعات يوم الجمعة أجواء تبدو كذلك غير مستقرة مع التماس هذه العاصفة دانا تساقطت على مناطق الجديدة وربما الدار بيدا وسيد بالنور لا تفرج لكن هذه العاصفة القوية فهي تمر بقرب من المملكة كما كنت لاحظون إخوان ما دخلتش بزاف ولكن احتمال إن شاء الله تكونات عواصف مدارية كذلك تؤدي إلى أمطار جد معتبرة وعاصفية يوم السبت تكون أمطار وتلوج على المرتفعات الحوز وخصوصا المناطق التالية أمطار الخير حاضر على مناطق إيملشيل أزيلال أقادير بوحشيبة واتبانت مع اهتمال تساقطات تلجية أمطار حاضر على مناطق أكيمدن أمزميز وارزازات وتازناغت كذلك تاليوين وأغرم وتفرات وفمسجيد وزاقورة بعض أجواء الممطارة الضعية ومن المتوقع إن شاء الله يستمران خفات في درجة الحررة مع أجواء غائمة فترة بعد الزوال من يوم السبت استمراء بعض الأجواء الغير مستقرة على مناطق الجنوب الشرقي ومرتفعات الحوز على مناطق أكيمدن وأمزميز وإيمجانوت وكذلك تاليوين وأغد أما خلال الفترة المقبلة فتشير احتمال بعض الأمطار على مناطق الراشدية والمناطق المجاورة ومن المتوقع تكونات أمطار رعدية إن شاء الله كذلك يوم الأحد على مناطق الجنوب الشرقي للمملكة والمناطق المعنية فهي تاليوين وأغد وكذلك تنغير جلميمة وأسول والراشدية والمرتفعات واحتمال تساقطات تلجية ومن المتوقع استمراء هذه الأجواء الغير مستقرة بعد الزوال يوم الأحد خصوصا على مناطق التالية على قرامة والريش وتنفيت أسول والراشدية إيملشيل وزوت شيخ تساقطات مطرية على بن ملان وأزيلار وتباين شام أمطار حاضرة كذلك على فاس وإيفران وكذلك مكناس والخميسات والماس وكذلك المرتفعات الريف أمطار إن شاء الله ستكون كذلك متواصل على مناطق كيمدن وتاليوين والمناطق المجاورة ومن المتوقع كذلك امتداد عواصف مدارية على الأقليم الجنوبية للمملكة خصوصا إقليم أوسرد والداخلة وسوف تتعرف المناطق الجنوبية كذلك على قلميم بعض الأمطار إن شاء الله والمناطق الداخلية ستعرف تساقطات مطارية رادية وعواصف مدارية محملة بالأمطار الرادية كذلك على قلميم وقد تصل بعض الاضطرابات حتى الصمارة بإذن الله والمناطق الداخلية كذلك مرتفع الداخل إن شاء الله هو كذلك إن شاء الله المناطق الوسطى بحول الله تساقطات رادية متواصلة على العديد من المناطق المملكة خصوصا كذلك يوم التلتاء في فترة الصباح ستعرف بعض المناطق تساقطات أمطار رادية محملة بالأمطار غزيرة على مناطق الناظر والحسيمة إيساجن شفشاون كذلك وزان سيد علال التازي سيد سليمان قرية ابو محمد مناطق الرباط بن سليمان والدار بيضاء والمحمدية الخميسات أمطار حاضرة بإذن الله تعالى على مناطق الجديدة ولد فرج سيد بن نور الوالدية وآسفي وابن ملال وأزلال وكذلك مناطق زود الشيخ والبروج قلل سنغن شفشاون أو ششاو عفوا وكذلك تاليوين وتازنغت وإغرم وأجدير وأيتباه وكذلك إن شاء الله مناطق المرتفعات والأقاليم الجنوبية للمك بعد الزوال استمرار الأجوال غير مستقرة على العديد من المناطق المملكة ومصحوبة مع واصف رعادية والمودة المعنية بعد التساقطات المطارية الرعادية فهي والماس إفرانس كورامداز كذلك إيساقن شفشاون سكورامداز تساقطات المطارية حاضرة علمات خنفرة وإيملشيل أزلال تبانت وأجدير بوشيبا تساقطات على أوكامدن أوزميز إيمينشانوت أي داود وتغييرات كبيرة في الحالة الجوية تساقطات على التفروت وأيشباه وإغرام فهذا الأسبوع سيكون مضطرب نسبيا أمطار معتبرة إلى ضعيفة إلى متفرقة أحيانا لكن عموما في الأجواء الشتوية تعود للمغرب إخواني الكرام يتوقع استمرار هذه الأجواء الغير مستقرة في فترة المساء على مناطق بنغرير والبروج رغم أن التوقعات نسبيا قريبة المدى بعين الاعتبار والأيام البعيدة المدى فكما أقول لكم دائما فهي توقعات بعيدة وقابلة للتغيير بشكل كبير ويتوقع خلال توقعات الأيام القادمة بعض التربات الجوية من الأربع أقصى الشمال للمملكة بعض التربات لتنجة أصيلة وشاول ووز أما بالنسبة للمناطق لمناطق الأخرى فيحتمل تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب أما الأيام القادمة فتشير الاحتمال استقرار الأجواء ومنخفضات العملة قد تتجو إلى المغرب بحول الله خلال الأيام القادمة بالنسبة لتراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة وعشر أيام المقبلة كما تشاهدون تراكمات مطارية محتملة على المناطق الجديدة والضرب أيضاء ولد فرج والولدية ما تخيل ترف تساقطات مهمة خلال وإن شاء الله هذه المناطق تخطر بعض التساقطات المهمة والجنوب وكذلك الشمل المملكة وباقي المناطق الأخرى فيحتمل أن تأتيب على تقاطرة ضعيفة وأجواء تكون غائمة نسبيا إن شاء الله في آخر تحديث للنموذج الأوروبي لايك ومشابعة شكرا